السلام عليكم أهلا بالمديرين المدير بيسألني بيقول لي هو احنا بنعمل ايه في الاسكوب في النطاق بقول له اول حاجة بنعمل determine and prioritize the requirement بنحدد المتطلبات واولوياتها وبعدين بنعمل تقسيم النطاق يعني بنعمل break down للسكوب طيب بنعمل في ايه ده بنعمل في هيكل تجزئة العمل ال WBS وبنعمل فيه سجل الأعمال وبنعرف حاجة مهمة جدا اللي هي acceptance criteria معايير القبول وبنقول تعريف تم اللي هو definition of done ودي حاجة مهمة جدا في إدارة المشاريع وبعمل ايه كمان في الاسكوب بعمل monitor and validate the scope يعني بعمل متابعة والتحقق من النطاق اشتركوا في القناة